ميد بريس تقدم أبرز العناوين القجاع يكشف تفاصيل جلسته مع أيوب الكعبي قبل نهاء الشان بين المغرب ومالي بعد فوز المنتخب المحلي خالي لوزيت يصدم هؤلاء اللاعبين في المنتخب الأول السد القطري والفتح يهني أن عموت بطريقة خاصة بعد تتويجه بالشان قبل أن نكمل لا تنسى وادعا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس القجاع يكشف تفاصيل جلسته مع الكعبي قبل نهاء الشان بين المغرب ومالي كشف فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه عقد جلسة مع أيوب الكعبي مهاجم وقائد المنتخب المحلي قبل ساعات من نهاء كأس أمم إفريقية لللاعبين المحليين الكاميرون 2021 وقال القجاع في تصريح إذاعي لقد كانت لي جلسة مع الكعبي قبل النهاء طلبت منها أن لا يركز على التسجيل في المباراة حتى لا يشعر بالضغط وتابع الجلسة استمرت لحوالي ساعة وذلك للرفع من معنوية اللاعب وكان أيوب الكعبي قد سجل هدف تأمين الانتصار للمنتخب الوطني أمام منتخب مالي في النهائية الذي حسمته العناصر الوطنية بهدفين دون رد بعد فوز المنتخب المحلي خالي لوزيتش يصدم هؤلاء اللاعبين في المنتخب الأول أعد الجهاز التقني للمنتخب المغربي الأول بقيادة البوسني واحد خالي لوزيتش قائمة أولى للاعب أسود الأطلس تضم أكثر من 35 لاعبا حيث من المقرر أن يتم تقلصه في الأيام المقبلة إلى 27 لاعبا وكشفت صحيفة العربي الجديد أن مدرب المنتخب المغربي بات مقتنعا بإبعاد لاعبين محترفين في أوروبا من قائمته المقبلة ويتعلق الأمر بكل من أسامة الإدريسي وحمزة منديل بسبب عدم اقتناع أعضاء التقم التقني بجدوى حضورهما مع المنتخب المغربي وأصبح اللاعباء المغربيين مطالبان ببدل مجهودات مضاعفة لاستعادة مسواهما وذلك لإتبات أحقيتهما بحمل قميص المنتخب المغربي مجددا ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي كل من موريطانيا وبوروندي شهر مارس المقبل برسم الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس إفراقية السد القطري والفتح يهني آن عموتة بطريقة خاصة بعد تتويجه بالشان هنأ كل من فريقي السد القطري والفتح الرباطي الإطار الوطني الحسين عموتة بعد قيادة المنتخب الوطني المحلي إلى التتويج بلقب كأس إفراقية لللاعب المحليين عقب الفوز على مالي بهدفين دونرات وقدم النادي الرباطي في بيان مقتضب تهاني لمدربه السابق حيث قال بدأت هناك بمدينة صفاقس الجميلة ومحطة يوندي لن تكون الأخيرة مبروك للحسين عموتة لاعب ومدرب الفتح الرياضي السابق ومن جهتي قال السد القطري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الشماعي تويتر نبارك لمدربين ونجمين السابق الحسين عموتة فوزه مع منتخب بلاده المغرب ببطولة كأس إفراقية للمحليين عندما عاقبت الفيف المغرب لعامين بسبب مباراة مع الجزائر كانت كرة القدم في منطقة المغرب العربي تلعب بين الدول تحت رعاية ومراقبة المستعمر الفرنسي في كأس شمال إفراقية وفق قوانينه باعتباره دولة الحماية لكل من المغرب تونس وصاحب حق في الجزائر بوصفها جزءا منه الجزائر الفرنسية ولد المنتخب الجزائري الذي كان لتأسيسه بعدي الشماعي والسياسي استهدف بالأساس مقاومة الفرنسيين ونقل معاناتهم للعالم من خلال الساحرة المستديرة ولمساعدة الحركة الوطنية على نيل الاستقلال والتخلص من الاستعمار وكان لفريق جبهة التحرير كما عرف أنا داك دور مهم في تعريف المجتمع الدولي بالقضية الجزائرية في جوالته الكروية التي خضها حول العالم وكانت أبرزها بالمغرب وساهم بشكل أو بآخر في استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962 وقال عباس فرحات أحد الزعماء الجزائريين في جبهة التحرير عن هذا الفريق إنه أكسب التورة الجزائرية عشر سنوات وفي العشرين من أغسطس لعام 1959 اجتمع أعضاء من المنظمة الجزائرية السرية بدعوة من عبان رمضان أحد ضباط صف الجيش الجزائري لعشرة أيام ناقشوا خلالها كيفية استمرار التورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي وتدعيمها ليتم الاستقرار على فكرة إنشاء منتخب وطني يمثل الجزائريين في المحافل الدولية وينقل مطالب الشعب المتمثلة ورأيت قيادات المقاومة أنه يمكن استغلال الرياضة كآدات للنضال لما تتمتع به كرة القدم من شعبية واسعة على المستوى العالمي لبلوغ استقلال البلاد فالرياضة مثلها مثل النشاطات المسلحة والنقابية والطلابية والتقافية وتم تكليف اللاعب المحترف في الدور الفرنسي محمد بومزرق بجمع اللاعبين وترحيلهم إلى تونس من أجل تشكيل منتخب جبهة التحرير وقرر عدد من اللاعبين الجزائريين الممارسين في الدور الفرنسي وهم بالمناسبة نوات المنتخب الفرنسي الهروب إلى تونس وكشف اللاعب الجزائري السابق في نادي رامس الفرنسي محمد معويش في تصريحات صحفية أنه جاب مدن فرنسية رفقة زوجته خديجة للاتصال باللاعبين الجزائريين المحترفين هناك واختارهم بأن جبهة وجيش التحرير الوطنيين يطلبان منهم الفرار من فرنسا إلى تونس وتأسيس فارق وطن خدمة للتورة الجزائرية ورفع العالم الجزائري لأول مرة في العراق حيث ارتفع النشيد الوطن قبل المباراة التي أقيمت في فبراير 1959 في بغداد ودعي حينها السفير الفرنسي للحضور ولكنه غادر قبل بداية المباراة احتجاجا على وجود فارق جبهة التحرير على إطر الحادي تسارع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى تقديم شكوى للفيفا برئاسة أرشير دريوري يطالب فيها بمنع ما أسماهم هؤلاء اللاعبين المتمردين من ممارسة النشاط الرياضي في أي فارق وقررت المنظمة منع فارق جبهة التحرير من المشاركة في أي منافسة دولية وقد تفاعلت أغلب الاتحادات الكروية في الدول الأوروبية إيجابيا مع شكوى باريس فيما فسحت عقد اللاعبين مع الفرق الفرنسية التي كانوا يلعبون بها ولم تكتفي الفيفا بمنع الجزائريين من المشاركة الدولية بل هددت أيضا أي دولة السقبل هذا الفارق الذي ليست له سيادة بالعقوبة فيما تحدثت كل من يوغسلافيا والتيكو سلوفاكيا ورومانيا والمجر والبلغاري والصين وفيتنام الشمالية والمغرب وتونس وليبيا الحذر وتمسكوا باستضافة الجزائر واستقبلوا فارق جبهة التحرير ونظمت له مباريات قاربة التسعين مباراة حتى الاعتراف الدولي بالجزائر المستقلة عام 1962 ويعتماد الفيفا فارق الوطني عام 1963 وتشبث المغرب بخوض مباريات مع منتخب التحرير الجزائري رافضا تهديدات الفيفا التي انتهت بمعاقبة المنتخب الوطني بمنعه من ممارسة كرة القدم لمدة عامين حيث وفر له